نحاول باش حتى الجزائرين اللي كانوا مغلطين هم يرجعوا للوطن الام ويرجعوا كذا يعني قرارات العفو التي فيه قرارات الاخيرة اكتر من 14 الف صحيح ثانيا فيه ناس اللي ربما اللي بعدوا على القافلة لانه كانوا غضبانيين ولا لانهما ساؤل المعاملة معاهم وإلا رانا نحاول بالنسبة للناس اللي اللي كانوا غلطين البعض منهم فهم باللي المستقبل تاعوا راه مع الشارع الجزائرين ما راش مع السفار الفلانية ولا السفار الفلانية ما يمشيش ما يمشيش في شعب مقاوم شعب تواجد تاعوا حاليا والفكر تاعوا تاع مقاومة جماعة المرحلة الانتقالية منهم 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 كان بعض اللي حاولوا حاولوا يأسوا لطابور خامس اللي حاجة في نفس يعقوب ما نجحوش وما نجحوش ما نجحوش لانه صراحة لنا نصارحوا مع الشعب اليوم والشعب وجد ضل انتقوا في مسؤولين انتقوا ويعبر عنده حرية التعبير وعنده كذا أما الأخرين اللي يعكروا الجو باش تداخل عاصمة من العواصم الأوروبية هم يضيعوا في وقتهم هم يضيعوا في وقتهم لأنه أولا احنا ما قبلش تدخل ثانيا ما نقوم حتى بشي اللي يخلي التدخل لكن البعض يشوف بأنه يعطلوا الجزائر سيدة الرئيسة أنه كان يعطلوا وكان يعطلوا نحنا اليوم ركتشوف المستوى اللي وصلنا ليه اقتصاديا المستوى اللي وصلنا ليه في الاستثمار المستوى ليه الأمور الحقيقية اليوم العالم بأسره العالم أقوى دول في العالم تحاول توجد حلول اقتصادية مش حلول كذا وكذا وكذا وطابر خامس ومن عفواش وهذه الحلول اقتصادية كيفاش تنقد بلادك كيفاش تنقد هالجيل الجزائر بالنسبة لنا اليوم عن تخرج مئتين وخمسين ألف جميعي سنوين مئتين وخمسين ألف جميعي ضيف لها أن الجزائر اليوم الديمغرافية انت على الجزائر نموس كل تخلي لك إضافة ما يقارب مليون جزائري سنوين هاد العاملين يخليك لازم تمشي بسرعة قسوة باش تهدلوا لما يجوا في سن دراسة يوجدوا المدارس تهدلوا لجميعات يوجدوا العامل تهدلوا هذا هو الصح يعني باش تضمن مصير تع بلادك ومصير تع أمه أمه مثل نبيلة مثل أمه الجزائرية ليحوسي عرقل هذه المسيرة يعني عنده أسباب يعني سيدة الرئيسي دفمت هادو هم المعاليين بسياسة المشمل اللي انتلقت منذ عام فيه فيه كتير سياسة المشمل عنا مثلا بالنسبة الشي اللي انتج على المأساة الوطنية صحيح أذك كتنا نسألك علي سيادة الرئيس فيه فيه ما يقارب قررتهم مشروع قانون مشروع قانون لأنه ويفوت على البرلمان أكيد يفوت على البرلمان ما بغيش ناخده هنا بمرسوم رئاسي لأنه لازم ممثلين الشعب وبالأخص أن اليوم برلمان لا غبار عليه ممثل شعب حقيقي لأنه المأساة جاءت قانون الرحمة فيه في الستة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين وبعد جاءت القانون الوئام المدني في تسع وتسعين وفي المصالحة الوطنية ألفين وستة وكلهم أعطوا أجال ديقة لأنها تسلسل القرار أجال ديقة بين ست شهر أخصها ست شهر آخر قرار كان في ألفين وستة لمدة ست شهر فعالية انتهت الفعالية انتهت ونسل منفسهم فوروحهم علقين تخليهم هكاك رهم يمضوا رهم ارتصال مع مصالح الأمن ولكن حررهم خليهم يعيشوا عيشتهم أولا وتانيا باش حتى يدخلوا في إطار قانون لأنه رهم في وضعية غير قانونية حتى الإنباعات هذه هدوهم اللي باش نمدوا القانون معجلهم فقط يعني ما يعنيش المسجونين لا 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 يعنيش المسجونين أولا المسجونين تعرى هذه أكدوبة القرن معناش مساجين تعرى هذا اليسان اللي يسب ويشتم هذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت سيفتو الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب النايب ولا ولا عضو ولا الشم وداخل قبة البرلمان فقط وحتى هدو ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور الوظيفتاك ما يعطيكش حصانة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسة الدولة ولا لا مهما كانت سيفتك أنا نقولها اليوم بالنسبة للصحفيين أولا عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي إلا كانت 3 أو 4 دخلوا للسجن من أجل الشتم موش من أجل مقالات صحفية إلا ما تخلش للسجن لأنك صحفي لأنك مواطن اختارق القانون العام ده هو و3 أو 4 و8500 وره الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية بغض نظر على الجرائد الإلكترونية وتليفزيون التعخواص واش بخير رجعون احنا بلاد كوراندر دير فيها واش تبغي وليه درق الحقوق اللي كسموه حرية التعبير نفسها تعبر على روحها معناش ما معناش ما التعبير المتحضر عارض دك شغلك ولما تكون انت متيقن مش شي لك تقول فيه خارج من أعماق اعتقاداتك مرحبا قول بش كون بوق تعمى وراء البحر اقالت ترجمة نانسي قنقر